اهلا وسهلا البنات اهلا وسهلا المميمات اهلا وسهلا خوتي اخوتي كديرين لبس عليكم هانين تمنى تكونوا على خير وبخير انتم تشاهدوا هاد لا فيديو مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد وكيف العادة قبل ما بدأوا الروتين ديانا ديال هاد النهار صليوا على الرسول اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مرحبا بالناس جديد اللي تزادوا في القناة بشرفيني ومنوريني والناس القدام دار راداركم مرحبا بكم البنات مرحبا بكم المميمات مرحبا بكم اخوتي المهم مرحبا بالجامعة في قناة بنت مومانية تشي واحد ما يتقلق مرحبا بالجامعة واللي اول مرة تشوفوا القناة ديالي لاعجبكم محتوى تنقول لكم مرحبا بكم ضموا العائلات بنت مومانية المهم هذه القناة ديالبنت مومانية تنقدم فيها يومياتي البسيطة المهم دكشي اللي درس في النهار ديالي تنشاكم مع المتتبعين والله سهل عليكم دنيا واخيرة والله يفرحكم كيف ما تتفرحوني والله يجعر بي وقف معكم كيف ما واقفين معيا في القناة ديالي الروتين ديال هاد النهار اخوتي بحلو بحث جميع الروتينات اليومية اللي تنشارك معاكم غدي يكون واحد الروتين لتحفيزي حماسي كله الطاقة إيجابية وكله نقا وكله عداق وما كان غير رغاوي والتيد يغتي والحكان والطاقة الإيجابية بديت معاكم الروتين ديالهاد النهار يجب أن أتمكن منذ ملزحت من الكوزين, نعم الأمر هو راتيب من وراء الفجار غير أنا مثلا بمتلا بمتلا بحاجة معكم يوميا والفجار والفطار وهذه وهذه مهم كل مني نهار نشارك معكم الروتين من بلاس نشارك معكم ذو الحواج المهمة بالنهار يجب أن ملزحت من وراء الفجار أمحا بطرر يسارى ملزحت من الكوزين كنت تدخلت البوطات الماء وضعت البرمكت سوف نصب الغداء قلت لله كنت تعطل في السطح سوف نصبق الحويج في السطح لأقش الحويج سوف نرتبتهم قبل أن نفطر كنت تدخلت معي في الفيديو اللي بارتاجيت معاكم البارح الأربعة مهم الروتين دي النهار الثلاث كنت بدلت طلاقة وحييت المخاد وذلك شي دي للغاراج وكنت طلعتهم وضعتهم في الدار الوس حتى لهذا النهار مهم هذا الروتين دي في الأربعة وليوم رأى الخميس ندير المونتاج في الصباح واللي دائما تنخلي المونتاج حتى الصباح حتى تنصلي الفجر وتنقرأ عادة باش نتوكل على الله في المونتاج تنرد المحدة طيب وتنشعل الفران وتندير المونتاج عادة باش ننود نصيب الفطور ديالي وكما قلت لكم طلعت ترتبت طلاقة ورتبت المخاد في البانيو والمانطة ديال الميرانية رتبتها في القعدة وهبات حتى صيبت الفطور وفطرت وجمعت البيت وجمعت الفراش وجمعت المماء عن غسلتهم وكمتت معايا حطيت البوطة وحطيت البرمة تمة في الكوزينة كما قلت لكم ما قدرتش قلت غادة نرد الغداء وغادة نتعطل شوية في السطاح وذلك شيء ماشي الواحد مهم نشقى في خاطريتانا ماشي نشقى بالزربة حتى إلا شعلت البوطة غادة نشطن مننا وغادة نشقى بالزربة سافي حطيت غير هاداك الشي تمة قلت حتى نهبط عادة فش هذيك السعار راني نصيب الغداء وهناي كما تشوفوا معايا راني حكيت درت الفراكة فراكتي وبرقتها قبلك حكيت طلامة وحكيت المخاد مو يمصبنتهم كتدير اليوم هاداك السابون سافي تنضيل اليوم غير مرة وحدة هاداك السابون إلا نخد ديال المو يبنت لي فيه وحط طبعه وانا تندير ليه نعود نزيده شوية من السابون مهم صافي فرقتهم وشللتهم كما تشوفوا معايا ايو جيت نخوي البانيو زمعاراني محافظة على التقاشر ما بغيش نفزقهم جيت نخوي المام البانيو طليت رجلية رجعت فزق تقاشر رجعتهم حالتهم قلت الله لحطيتهم قلت له مقاوت بما تنسيلي حدا باش نبط وانا بدلت تقاشر هذيك الساعة زمعاراني محافظة على الرجلية ما بغيش نفزقهم خيف عليهم على البرودة ايو صافي راني من بعد ما فرقت المخاد وفرقت هذيك طليمط وشللتهم حطيتهم سماية معصرتهم حطيتهم فوق سطل يتسقطروا كمشتهم معايا المانطة راني مشتفتش عليها غير معكتها بين يديها صافي وشللتها حتى هي غادي يقول ليش حد مالك ما شللتيش المانطة في تشليل اللي شللتي فيها طليمط ومخاد يا راه توسخيت شوي هذيك شعليش مشللتش فيها المانطة باش ميجيني حتى شي سعليق يقول لي يا راه كي تضيع علمه ما عرفش راسي انا وش انضيع علمه مهم بالنسبة لوحد تعليق جاني ما عرف شواش بنت ولا راجل ولا الله واعلم مهم شكرا لك على المشاهدة بعدها اولا والتعليق في محله ومش يزمعه انا متقلقش منه التعليق غير من اللي خويت المات فكرتها المرة الجاية غدا نقول لي ندير الما في بانيو ونغسر الخضرة ونعاود تاني ندير الما في البانيو ونغسر الخضرة باش ما نضيعش الماء وشكرا لك على النصيحة والله يجعزيكم بخير والله يجعر بي سهل انا رب داوي ولو عدي المتتبعين وخا قناتي غدا تقيل زهري معرفة مالو تقيل زهري تقيل في المواقع وزهري تقيل في الواقع نفس سبحان الله نفس المحتوى نفس يعني نفس دكتشي اللي تنذير انا تنذير وقناوات اخرين ولكن يا دكتر يطلع عندهم مشاهدة وانا مستطلعش عندي المشاهدة ما اعرفتش اللي ما اعرفتش اللي واقع المهم اخوتي كمشتوا معايا صبنت طلامط وصبنت المخاد وشللتهم وحطيتهم فوق سطلت سقطره ايوه وصبنت هذيك المانطا كمشتوا معايا معك تغير بين يدية وشللتها وحطيتها سعية فوق سطلت سقطر وكنت مخدمة الماكينة على الحويج كنت مخدمة ماكينة في الليل المهم حيت من الحويج درتهم فسطل وعاودت خدمت ماكينة واحدة اخرى من اللي طلعت درت المانطا رطبتها ومن اللي رطبت هذو كالمخاد وطلامط خدمت حييت الحويج من الماكينة وخدمت ماكينة واحدة اخرى على الحويج مموي هذو كاملين حويج مموي ايوه وصافرة من بعد مسالية هبطت طلعت الحويج نشرتهم كيمشوا معايا زي حمتهم لحقاش عندي يعني عندي الحويج عندي غير جوج حبولة عندي ما يتنشر كينين مخاد كينين طلامط كين المانطا كين الحويج دي الموي كيمشوا معايا ما بزيف صافي مو يمزي حمتهم في هذك الحبل مزيين ونشرت حداهم المانطا وهذا الحبل راني خليته باش نشرف فيها طلامط ونشرفين مخاد مو يمرا ما كينيش طلامط بزيف طلامط طلامط ومر عجوج طلامط وانا مقابلكم طلامط 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 المهمة خوتي ذك شي اللي عندي راني قانع بيهم تولاهم نقياهم قاداهم صيبة المهم هو القناعة حتي لقناعنا غادي نعيشوهانين ما قنعناش بقي نمدينا في الحويج اللي عند الناس را ما عمرنا ما نعيشوهانين هاد شي اللي كين نهار صابح تبارك الله مشمش وشمي شمطانطنة غير انا تنتحز لهديك البليسا جيتا الروبيني معتا تكون فاض ليلا تمفين تنصبن حتى تنسالي شغالاتي وهذا يبقى لي نشير عدا فاش نجيل شميشة لعق الشميشة تكون حارة وخصصباح تكون حارة شميشة هوا صافي كماشتوا معايا انشرت هادوك تلامط انا تنشدهم به هادوك به هادوك الخيوطة اللي سيكونوا فيهم في الجناب تنحزمهم بهم عدا فاش ندير ليهم مقايبطات صافي نشرت المخيات الدحداء هوا كانوا باقي نشي حويجات دي الممرقاق بالنسبة للفوطة وبالنسبة للشي زيوفة وبالنسبة للفوطة الصغيرين والتقاشر اراني نشرتهم هنا يحدى المخيات دخليت ليهم بلاصة وانا عزيز عليا نتبع نشير ديالي كماشتوا معايا اراني تبعت هادوك بيجامات وتبعت استراول تبعت هادوك تريكوات هادوك سليبات ولا تي شورتات مو يم كل شي تنتبعه من عزيز عليا نشير ديالي بحلاكو يكون منظم ويكون متول ويكون تعجبنش ذاك نشير العشوائي غير نشوره نشوره طيع بطلتğ منتبعهم منتبعهم في ذلك الوحه ومهمل اني تبعت الحويجات ديال في هادوك مسيت و ها ما هيكو نظمتهم و قاديتهم و تويلتهم ونشرت حدهم المانطة والحبل لاخر راني نشرت فيه تلامط ولمخاد ونشرت فيه دوك حوي جرقاق اللي شاطوا ليدي الموي ايوه وصافي ودخلت المياعين اللي صبنت فيهم دخلتهم تمياعين لباب ديال السطح صافي وسديت الباب ديال السطح وهبط بحيالي اهنا يراني هبط للكوزينة واول حاجة تنديرها راني تنضحاك اول حاجة خسني نديرها نغسل يديها درت شوية الصابون وغسلت يديها عادة باش توكلت على الله باش ننصب الغداء غادا ندير كسكسو كيما تتعرفوا عليا كسكسو راني تنديره الجمرات في السمانة تنديره نهار الجمعة وتنديره نهار لاربعة ايوهنا راني خضيت البرمة اللي قطعت فيها وحد البصيلة وحكيت فيها وحد ثلاثة ماطيشة صغيرين هم اللي كانوا بقوا عندي في تلاجة صافي ودرت شوية ديال الملحة ودرت العطرية بالنسبة للعطرية انا راني تندير الخرقوم تندير تحميرها تندير البزار تندير سكين جبير مهم سنقوي شوية العطرية في كسكسو عزيز عليا كسكسو يجي حار وعزيز عليا يجي بنين صافي ودرت شوية ديال الزيت ودرت شوية ديال الماء وقبل ما نطلع للسطح راني شديت المقراش عمرتوا حطيتوا فوق البوطة ونقصت علي البوطة على حدها مع بنت لي هاد الفورن اللي غدا نطيف فيه كسكسو بلية شوية بدأ بدأت العافية ديال وتدقى الخفز ولا يتقادى لي على كسكسو أجدرت سحطيت مقراش ديال الماء يطيب فوق البوطة ونقصت علي البوطة حلحدة ما جيت في النهبط من سطح تلقيت وراه طاب باش من لي نبلل نبلل بالماء طيب ما يتعطلش لي هادك المندير المبارد ويتعطل لي الماء ويبقى عدف الشيخ له هادك البلول فهم سوني بنت لي البوطة قريبة تقادة صافي هادك شي اللي درت مو يا مراني نصبت وحطيت البرمات الماء وفوق البوطة تقلها وملي بغيت نبلل درت لهذا كل ما طيب اللي في المقراش وما قويتش الماء بزاف في البرمات بقيت كل مرات نزيد شوية باش تلت قادات لي البوطة وبغيت نديره فوق البوطة الكبيرة اللي كينا فوق الفران ما يبقاش لي البلول بزاف أنا متعجبش لي متعجبنيش البلول يبقى في كسكسو بزاف هاو مو هادش اللي درت هادي الفكرة اللي درت عبانت لي البوطة قريبة تقل وبانت لي خفيفة من اللي حولتها هنا الكوزينة قلت هاش غدا ندير أرا نعاون هاد طريقة ركات تديرها مو يمسكينة ملي تتبالي هالبوطة ولا لا كانت معا تطلب حلقة في كسكسو ولا شي حاجة تدير مقراش على الماء طيب فوق البوطة الخرق وتترد البرمة ما تجي فين تقلي البرمة وذلك شي حتى تطيب المقراش ديال الماء تتبلل بيهو دغية تتغلى البرمة مو يمرا من بعد ما بللت كيما قلت ليكم بللت بالماء طيب رميت هذيك الخضايرة اللي تترمى في اللول ودرت شوية ديال الحمص وكسكس ما شاركش معاكم تكسكيس لحقاش أنا را دائما تشارك معاكم كسكسو بزاف مو يم هنا هاد نهار راني درت السميد مو يمكسكيس وحطيت الكسكيس فوق البرمة احتفار ليه مزيان هاد فاش حطيت كسكسو باش نحاو دور مايس هذيك القرعة الحمراء بالنسبة لذيك القرعة الحمراء راني مش ريتاش كانت قادعت عليها القرعة اللي كنت جيبه مو يم دكشي اللي كان بقي عندي شوية ديال القرعة كدرته نهار الجمعة هاد راني خرجت عند البيب كنت بغى نسخر واحدة البنية بنجيران نتتوصيها مسكينا مو تقول لا سخراتك اللي لا تسخري ليها كنت سخر عند الخدار جيب لي شوية القرعة الحمراء كما تتعرفوا كسكسورة لما كانت فيه القرعة الحمراء يبالك ناقص ايوا خرجت لقيت جاراتي قدامي جوجات واقفين قدلي ما عندكن شوية القرعة الحمراء قدلي يولي لكينا قدلي ما عطوني شوية راني مش هيا كسكسو ما فيه اللي يخرج صافية فاش عطوني طريف وعطادني طار فورا مش يطريف ايوا رميت القرعة الحمراء ورميت هذه الفلفلاء دائما تنقول لكم عزيز علي الفلفل خضراء في كسكسو ستعطي واحد الريحة زوينا ما عنديش القصبر والمعدنوس مدرتوش ودرت عليك فلفلاء حارة وعاودت سميد عاودت كسكسوتان عاودت سميد صافية عاودتو مزيان رشيتو بالماء ودرت لي شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت وعاودتاني درتو يفور وعاودتاني عاودتو وهنايا هاني تنسقي كما تشفو معايا ما نقولش لكم جات واحد القصيرية ومعها تصمرة طيح واحد تصمرة واحد تصمرة ما نقولش لكم ومعها هبطت من الصح مع السابون هبطت كيرما هزو واحد القصيرية ما شاهدكم ما شاهدكم فيها كما تشفو معايا مهم القريعة في اللفت خيزو مهم درت شوية ديال بنجال وشوية ديال الحمص القصبر المعدنوس هو اللي ما كانش عندي درت الفلفلافلي فلاحارة هادية القصيرية ديالنا انتو كيبها جات ومعا كما قلت لكم صمر وهبط من الصح بط كير ما بصمر يديها هبطو كير مين مع المبارد واخار طب تعدو كل حواج وحطيتو متمايز معا فيش ميش حتى سخلمة وهذا ما كان متى سخونية على البرد هو البرد ومهم قصيرية ديال كسكسو جات بنينا سخنا بها يدينا وسخنا بها قلوبنا وسخنا بها عضامنا وده باخدتي العزاز غدا نقول لكم السلام عليكم حسن الفيديو جديد انهار جديد كان هذا والفيديو ديالنا ديال اليوم اللي اعجبكم را ما تنسونيش موحد اللايك الله يسهل عليكم اشتركوا في القناة